اهلا بكم الى موجز اليام الانباء نفذ عدد من جرح الجيش الوطني اليوم الثلاثة وقفة احتجاجية امام القصر الجمهوري بمأرب طالبوا خلالها بسرعة صرف مستحقات اعلاجهم التي يوقفت الحكومة منذ اسابيع على الجرحة الى جانب مطالبتهم بسرعة تسفير منهم بحاجة الى تلقى الالاج في الخارج وخلال الوقف طالب الجرحة في بيان هو الثاني بسرعة الاستجابة لمطالبهم ومحاسبة الفاسدين في الحكومة ومن يتسببون بعرقلة علاج الجرحة جددت مقاتلات التحالف اليوم ثلاثة قصفة وسيدف مواقع واليات لميليشيا الحوثيين الارهابية في اطراف محافظة مأرب وفاد مظرون عسكري اليمن شباب ان المقاتلات دمرت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية في جبهة مديرية رغوان وفي مديرية ماهلية جنوب غرب المحافظة اما في البيضاء فقد اسقطت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثة طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثيين الارهابية وفادت مصادر عسكرية ان قوات الجيش والمقاومة اسقطت طائرة المسيرة اثناء محاولتها التحليق فوق مواقعها بمديرة صومعة التي تشهد مواجهة ضارية مع عناصر الميليشيا اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الثلاثة بين فصائل في ميليشيا الانتقالية المدومة اماراتيا في حي التقنية بمديرة المنصورة شمال غرب العاصمة المعقتة عدن وذكرت مصادر محلية ان الاشتباكات التي خلفت قتيلا وجريحا اندلعت بين قوة من طوارئ امن عدن واخرى تابعة لشرطة كابوتا على خلفية صراع بينهما لسيطرة على قطعة ارض بشارع الخمسين في حين لا زال طرفان يحشدان لمواجهة جديدة اما في خبرنا الاخير فقد دخلت عدد من المحافظات اليوم الثلاثة تحت تأثير منخفض جوي قادم من شرق بحر العرب مصادر محلية تنقالة عددا من مناطق محافظات المهرى وحضر موت شهدت امطار غزيرة نتج عنها تدفق سيول جارفة في الوديان والطرقات في حين تشهد محافظات تعز وعدن ولعج تجمعا للغيوم وسط توقعات بهطول امطار غزيرة خلال الساعات القادمة في نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة